أهلا وسهلا بكم وإزاي المشاهدين بجدد اللقاء بكم مرة تانية مع الفقرة الرياضية كلاهذا أحداثنا في نهاية الأسبوع أحداث كتير جدا الدور المصري والممتاز بي كمان وعندنا برضو كاس مصر وعندنا الانتقالات والحدث الأهم هو نصف النهائي الأفريقي خلنا نبدأ مع بعض سريعا كده بالمباراة الأهم في هذا الأسبوع وهي مباراة برامز مع طلاقع الجيش طلاقع الجيش قدر أنه يمر من دور التمانية عبر برامز لنصف النهائي كاس مصر بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي وفي الوقت الإضافي الترجيح الركلة اللي أقولها كانت لنادي طلاقع الجيش أحرز منها الهدف الأول بعدها نادي برامز أحرز الهدف الأول أيضا ليه يبقى كده واحد واحد زي ما احنا شايفين مع بعض كده يعني الأهداف الركلة التانية لنادي طلاقع الجيش كانت على التزديد كده وبرضه أحرز منها الهدف التاني في المقابل بقى نادي برامز في الركلة التانية وفي الركلة التالتة أضاع ركلتين ونادي طلاقع الجيش انتهى اللقاء بـ 3-1 لطلاقع الجيش عندنا برضه يعني نروح كده يعني من نادي برامز وهزمته يعني راح سافر جريح كده للمغرب لمباراة حوريا كونكاري الغيني نتمنى له كل التوفيق في المعترك الإفريقيا أو الكنفدرالية بشكل تحديد عندنا برضه ودي دجلة يعلن التعاقد مع ظهير أيمن التراجئ التونسي إهاب المباركي في صفقة انتقال حر إهاب المباركي هي صفقة يعني لاعب يمتلك الخبرات لاعب يمتلك الفنيات العالية جدا 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 نتمنى له التوفيق برضه عندنا الاتحاد السكندري يتعاقد مع حسام حسن مديرا فنية للفريق خلفا لطلعت يوسف حسام حسن من المدربين الكبار جدا في عالم التدريب في مصر وبرضه خارج مصر نتمنى للزعيم السكندري كل التوفيق وعندنا بقى أخبار الممتاز به الممتاز به اللي كان حديث الساعة فيه خلال الأيام اللي فاتت وتحديدا كمان بالأمس خلاص بطاقات التأهل حسمت وصعد غزل المحلة من مجموعة بحري بعد خمس سنين إجاب في الممتاز به صعد أخيرا للدوري الممتاز خلينا نفتكر مع حضراتكم كده غزل المحلة كان بطل نسخة 72-73 من الدوري العام وكان أيضا وصيف نهائي كأس الأبطال الدوري بأفريقيا تحق الغزل المحلة نادي كبير جدا ونادي جماهير كبير جدا شفنا الاحتفالات لغزل المحلة في الشوارع طول الليل ليلة صعود الفريق الأندية الجماهيرية بحالنا مفقدينها عايزين نشوف الدوري فيه أندية جماهيرية كتير جدا في البطاقة التأهل التانية حسمها كانت في المجموعة في مجموعة الصعيد حسمها نادي البنك الأهلي لأول مرة في تاريخه يصعب إلى الدوري الممتاز نادي البنك الأهلي يصعب تحت قيادة عيد مرزي اللي قدم استقالته من خلال يومين كده فاتوا قدم استقالته عن تدريب الفريق لرفع الحرج عن الإدارة خليني برضو أقول لكم يعني وأنا بقول كده معكم أن البنك الأهلي صعب للدوري الممتاز جيف بالي كده حاجة على سريع خليني أقولها معاكم كده دلوقتي البنك الأهلي صعب كنادي ممثل للبنك الأهلي المصري طيب وعندنا الراعي للدوري المصري 90% من الأندية المصرية بتكتب اسمه على تشيرت وهو بنك سايب فيترى هنشوف بنك سايب موجود على تشيرت المنافس بنك الأهلي ولا البنك الأهلي هتولى يعني إيه نفقاته الشخصية ومش هتعاقد مع الراعي أعتقد هيكون حدث تاريخي لما نشوف بنك منافس موجود على تشيرت البنك الآخر بقينا خلاص يعني تعودنا خلاص على الأندية الشركات فلازم نتأقلم معها بقى عندنا سبع أندية جمهرية بس في الدوري الممتاز بعد صعود سيراميقة سيراميقة اللي صعد للدوري الممتاز من المجموعة الثانية وبرضو الأول مرة في تاريخه تحت قيادة هيسام شعبان خلينا أقول لكم برضو أن السيراميقة تم تأسيسه سنة 2006 وصعد لسنة 2008 للقسم الثالث وسنة 2016 صعد إلى القسم الثاني وأخيرا 2020 يصعد إلى الدوري الممتاز تصريحات مهمة جدا من النائب محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميقة وقال أننا هنجيب صفقات كبيرة جدا ونتمنى طبعا التوفيق لكل الفرق ونتمنى نشوف دوري كبير يعني ومنافسات كبيرة زي ما بنشوف برة كده نفسي نشوف دوري زي الدوري المغربي دوري المغربي خلينا أكلمكم عنه شوية أن نادي الرجاء المغربي حسم الدوري خلاص نادي الرجاء المغربي حسمه بإيه بقى؟ بدراما لا تحدث كثيرا لا في إفروكيا ولا في أي مكان خالص نتمنى أننا نشوف الدوري خلينا أقولكم بقى مع بعض كده حصل إيه في الدوري المغربي في الجولة الأخيرة تم حسمه مبدئيا كده في دقيقة واحد وستين الرجاء كان الوداد كان بيلاعب الفتح الرباطي وكان متعادل واحد واحد كلام ده في دقيقة واحد وستين في دقيقة بعدها بدقيقتين بالزبط كان خلاص الوداد كان متصدر الدولي بالتعادل ده بعدها بدقيقتين بالزبط الرجاء يعود في مباراته مع الجيش الملكي ويتعادل وبكده يتصدر ترتيب الدوري ويحصل على الدوري بعدها مرة تانية الوداد يعود مرة تانية في مباراته مع الفتح الرباطي ويتقدم في دقيقة 88 ويتبقى يعني دقائق كده ونقول مبروك للوداد على الدوري ولكن يأبى يعني فريق يأبى الرجاء المغربي ذلك ويحز هدف قاتل في دقيقة 90 ليحصل بعد ذلك لقب الدوري المغربي عندنا برضو يعني ايه طالما تكلمنا عن المغرب الرجاء والوداد يعني منافسات كتير جدا ويعني الله يكون فعونهم برضو بحسم الدوري في الجولة الاخيرة الرجاء هيواجه نادي الزمالك يوم الحد واما نادي الوداد هيواجه النادي الاهلي غدا في تمام التسعة مساء والعودة هتكون يوم 23 يوم الجمعة في تمام التسعة مساء ايضا عندنا الحكم هو جاني سي كازو اسمحوني بس طبعا الاسم غريب شوية علينا هو حكم زنبي الجنسية الحكم ده عليه علامة استفهام كتيرة جدا 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 ليه الحكم ده بالتحديد تعيين للمباراة مهمة في نصف النهاء الافريقي بين الوداد وبين النادي الاهلي الحكم ده عنده وقعة شهيرة جدا مع نادي التراج التونسي واول اغسطس الانجولي بعد ما لغى هدف صحيح لنادي اول اغسطس الانجولي وحرمه من الصعود للنهائي تم اقافه خمس شهور بعدها الحكم ده ما اكتفاش بذلك ده كمان يعني الحكم ده احنا شخصيا نعرفه كمنتخب مصري حكم دينا مطشين مطش نيجيريا اللي نهى المباراة ومحمد صلاح رايح بهجم بانفراض مع الحارس وايضا مطش الكاميرون في نهائي افريقيا اللي فازت فيه الكاميرون اثنين واحد الحكم ده برضو كان هو حكم الفار في مباراة التراج والوداد كأكبر فضيحة في افريقيا عليه علامة استفهام نقول يعني بلاش نقول حجاج ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي بتمنى صعوده الى المباراة النهائية وايضا هكذا بتمنى لنادي الزمالك الصعود المباراة النهائية لحشين نشوف نهائي مصري خالص الزمالك هيلعب يوم الحد في تمام التسعة مساء والعودة هتكون يوم 24 يوم السبت في تمام التسعة مساء ايضا الحكم هو الحكم نيانت الكاميروني وطبعا عندنا بيغيب عن الزمالك يعني بعض اللاعبين عبدالشافي ومثلهم ولكن فرجان الساسيب هو الاهم اللي نقول خبره ان هو وصل قبل الامس يعني الى معسكر الزمالك بالمغرب وكرار مشاركته بيد المدير الفني باتشيكو عشين بقى نقرب اكتر لاحداث دي ونقرب لافريقيا وبرضه نقرب للكل ده معانا مهمة جدا مع الاستاذ محمد بستيت الصعفي الرياضي صباح الخير يا استاذ محمد صباح النور صباح النور يا استاذنا صباح كل على حضرتك وعلى استاذ مشاهدي خلينا نقول مع بعض كده يعني ايه في افريقيا يعني اخر استعدادات افريقيا النادي الاهلي ونادي الزمالك في خلاص والمباراة هي غدا مباراة الزهاب والمباراة يوم الحد تاني مباراة الزهاب مع النادي الزمالك اخر استعداداتهم ايه طبعا احنا في بداية المكالمة هنتكلم وندي ربنا ان يكون النهائي مصري خالص بين الاهلي والزمالك طبعا استعدادات النادي الاهلي الاول النادي الاهلي يواجه الوداد المغربي اه غدا السابق في زهاب دولي نهائي اه نصف نهائي دور عبطالي الفريقيا على ملعب محمد الخامس. وده اتبر المواجهة دي اه المواجهة التسعة بين الفرقين. حيث السابقة والطاقة الفريقان تمت مواجهات قبل موقع اه موقع اه موقع اه غدا. طيب نتعرف دلوقتي الاول على مواجهات الاهل والوداد السابقة. الطاقة الاهل مع نظير الوداد المغربي عام الفين وحداشر. ودي كانت اول مرة بدور المجموعات وانتهت بالتعادل بوليسالسية لكل فريق. تمام? تمام. اه ثانيا في الموقع السانية بملعب محمد الخامس ايضا بالمغرب انتهت بالتعادل ايجابي بهدف لكل فريق. في نسخة الفين وستاشر بقى البطول الدوري ابطال افريقيا التقى الفريقان وانتهت بتعادل السلبي على ملعب السادق جيش ببرج العرب. اما المواجهة الرابعة وكتبة الفوز الاول رسميا للنادي الاهل على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب بادف نظيف سجله لومي ربيعة مدافع الفريق. اما المواجهة الخامسة بين الاهل والودات كانت في دور المجموعات نسخة الفين وسبعتاشر. وفاز الاهل على السادبورج العرب بهدفين اه رزهما مؤمن آآ زكارية اللي هو سفير دور ابطال افريقيا وجونيور اجيه. وهو الفوز الاخير للاحمر على الفريق المغريبي اللي كان عام الفين وسبعتاشر. وفي المواجهة السادسة في دور المجموعات لبطولة الفين وسبعتاشر فاز الودات بهدفين نظيفين. اما في البطولة ذاتها اللي هي دوري. ابطال افريقيا يصطدم الفريقان ببعضهم في موقعة الفاينال. عفوا. لتنتهي مباراة الزهاب بالتعادل الاجابي واحد واحد. ومن ثم يفوز الودات في موقعة الاياب ليتحقق الانتصار الساني على الاهلي ويقتنس الودات الامير السمراء من النادي الاهلي. ومجمل نتائج اه تاريخ المواجهات بين الاهلي والودات هي التعادل في اربع مواجهات. وفوز الاحمر في موراتين وانتصار الودات في اه مواجهتين. طبعا لعبه الاهلي احرازه عشر اهداف في شباك الودات المغربي بينما استقبلت شباك الاهلي سبع اهداف فقط. طبعا برضو ابرز الغيابات عن فريق الاهلي اللاعب محمود كهرباء وهو يعد احد اهم اللاعبين في النادي الاهلي. طبعا جماهير النادي الاهلي تعول على الفريق وتتمنى فوز فريق هالنهاردة في المغرب عشان تكون المباراة اه في مصر هنا على ملعب استاد القاهرة تكون مباراة سهلة يعني على اقل ان شاء الله تكون المباراة تقلص في المغرب بالتعادل عشان تكون تعادل سلبي عشان تكون لصالح الاهلي ومنكون شحنا. طبعا محمد يعني في وقالة كده بربو. عايز اعرف ايه هي اهم يعني الاركام لتخص مباراة الرجاء ونادي الزمالك المصري يعني في وقالة كده لو سمعت. طيب اخر استعدادات بقى مباراة الزمالك والرجاء طبعا الزمالك والرجاء هتنطلق المباراة يوم الاحد التسعة مساءة طبعا ده نصف نهاية دورة ابطال افريقيا وآآ على ملعب محمد الخامس. طبعا الزمالك برضو وصل نصف نهاية دور الابطال تسعة مرات قبل كده فشل في تخطي الدور ده آآ مرتين وتأهل آآ من نصف النهاية آآ سبع مرات وحقق اللقب ثمس مرات. يعنينا برضو تماما التوفيق لنالي الزمالك في تخطي دور نصف النهاية كان عام الف سمائة خمسة وتمانين وعام الفين وخمسة ايضا لتمنى. شكرا محمد ابو ستيت طبعا لو سبنا يتكلم كتير يا محمد من الصحفيين شطار جدا جدا ولكن للأسف محمد دخلنا في مكالمة في وقت متأخر بإذن الله الاسبوع الجاي هيكون محمد برضو معانا. برضو كده كنا عايز اقول برضو على السريح كده حاجة على السريح جدا وهي وفاة اللاعب الاوغندي تشارشل واسي صاحب الاثنين وعشرين عام. ممكن تفتكر ان هو كان مثلا ماد في مباراة يبقى ماد بسقطة قلبية بأي حدث. ولكن للأسف احرز هدف في مرمى بالخطأ في مباراة والدية. اعتدى عليه لاعبي الفريق وحتى الموت. طبعا تم تقبض على المتهمين او اللاعبين ويتم التحقيق معهم. في طبعا خابر تاني كده عندنا عادة الدوري الانجليزي بعد يعني الاقاف الاجندة الدولية. اه سريعا نقولهم مع بعض مع حضراتكم كده في تمام الوحيدة ونصف غدا مباراة ايفيرتون وليفربول مع طبعا لعبنا المصري محمد صلاحة. وتشيلسي وسوسهم باتون في تمام الرابعة عصرا. وفي السادسة ونصف مانشستر وارسنال. وفي التاسعة مانشستر يونايتد وينوكاسل يونايتد. اه خلاص كده شباب بيبلغوني ان الحلقة خلصت يعني حابب اختم معاكم الحلقة. ولكن في الحقيقة برضو عايز اقول كلمتين كده مكنتش محضر ليهم تماما. اه مش ضامن ان انا ممكن اكون موجود معاكم مرة تانية او لا بس حابب اوجه الشكر لكل واحد اه ساعدني ان انا اكون موجود في المكان ده. بوجه الشكر لوالدي والوالدتي ان هما كان هما يعني الداعم الاساسي والاول والاخير ليا في حياتي. ناس كتير مكنتش بتصق فيها مكنتش بتصق بموهبتي. ولكن كان هما الداعم الاول والاخير. اتمنى ان هما دايما يفضلوا الداعم الاول والاخير ليا باذن الله. بشكر كل الناس اللي ساعدتني. بشكر كليتي. بشكر الشباب. وبإذن الله نكون دايما موجودين معاكم في اخر الاسبوع. وحلقة جديدة الجمعة الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.